أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف أن هيئة التخطيط والتطوير العمراني تعمل على تخطيط المناطق غير المخططة في جميع مناطق المملكة وأشار الوزير خلف إلى أنه سيتم إعداد مخططات تفصيلية قابلة للتعمير من خلال تعديل وضعيات العقارات واستحداث شبكة طرق وربطها بشبكة الطرق القائمة واستحداث استعمالات أراض تتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي وأكد خلف أن الوزارة تعمل على تسريع إجراءات تخطيط 69 موقع آخر غير مخطط وشيرا إلى أنه سيتم تطبيق أحكام الباب الثالث من قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة رقم 39 لسنة 2009 بعد الانتهاء من اعتماد تلك المخططات ونشرها في الجريدة الرسمية وكشف خلف أن هيئة التخطيط العمراني تعمل على دراسة المخططات من خلال ثلاثة مراحل تشمل مرحلة التخطيط ومرحلة الاعتماد ومرحلة التنفيذ بما يتوافق مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين سأخوف